تتفق مظاهرة المكاتب الاقتصادية في الموصل والتي برزت كأحدى صور تدخل الميليشيات والأحزاب في قطاعات الأعمال والاستثمار وسط عجز حكومي أمام نفوذ الميليشيات المتنامي في المحافظة وتنص للسلطات الحكومية عن مسؤولياتها بإيقاف تلك الأنشطة التي تستحوذ على المشاريع والمناقصات مراقبون حذروا من توسع نشاط المكاتب الاقتصادية في الموصل وازياد جرائم الفساد والابتزاز لا سيما بعد أن وصل الأمر بها اليوم إلى رسم سياسات المدينة بما يخدم مصالحها ويرسخ نفوذها فيها ويؤكد مسؤولون في الموصل أن الميليشيات عملت في جميع التجارات غير الشرعية بعد استعادة المدينة وباعت كل ما يمكن بيعه من أراضٍ سيطرت عليها بقوة السلاح حتى أنها قسمت وباعت أراضٍ حكومية تابعة لهيئة الآثار ووزارتين النفط والدفاع في نينوى الميليشيات ومكاتبها الاقتصادية استولت أيضاً على عددٍ كبيرٍ من منازل وعقارات المسيحيين وحولتها بأسماء أشخاص آخرين عن طريق التزوير فيما فشلت كل محاولات إرجاعها لمالكيها الشرعيين بسبب سيطرة تلك الميليشيات على القرار في المحافظة مصادر في الموصلة كدت أن ميليشيات العصائب وحزب الله وبابليون المقربة من إيران تدير عمليات تهريب النفط وابتزاز السكان وفرض الإتاوات على المواطنين والتجار وأصحاب المحلات ما يدفعهم إلى مغادرة المدينة وحتى اليوم لم تغلق المقرات العسكرية والمكاتب الاقتصادية للميليشيات على الرغم من الوعود الحكومية المتكررة بإغلاقها في الوقت الذي أكد فيه باحثون في جامعة الموصل أن أنشطة تلك المكاتب لا يستطع أحد وقفها حتى رئاسة الوزراء لأن سلطة الميليشيات التي تديرها أقوى من الدولة نفسها